ينظر سمير ديوغي إلى ما تبقى من بحيرة يابلانيستا بعدما تحولت إلى واد رامدي فارغ من المياه بسبب جفاف استثنائي تشهده البوسنة يضاف إليه سباق محموم على إنتاج الكهرباء مستوى الجفاف غير مسبوك منذ 30 عاما هذا الوضع قد ينتج آثارا سلبية على صعيد التنوع الحيوي خصوصا على صعيد الأسماك وحيوانات أخرى أيضا هذا البلد الفقير في البلقان الذي تعاني صناعته وضعا متأزما يملك ثروة هي مجاريه المائية فهو من البلدان القليلة المصدرة للكهرباء في منطقة جنوب شرق أوروبا ما در عليه 165 مليون يورو في العام 2016 وبحسب السلطات لا تستغل البوسنة سوى 30% من إجمالي طاقاتها الكهربائية انخفض مستوى المياه في البحيرة فجأة قبل حوالي 40 يوما كان يسجل باستمرار خلال الأعوام الماضية تراجع في مستوى المياه في البحيرة غير أن الوضع لم يصل يوما إلى هذا السوء إنها كارثة بيئية وتعز شركة إنتاج الطاقة الكهربائية من ناحيتها تراجع مستوى المياه في البحيرة إلى فترات جفاف استثنائية بين أيلول سبتمبر وكانون الثاني يناير تلتها فترة تدن كبيرة في درجات الحرارة في كانون الثاني يناير ما أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء وبالتالي الحاجة إلى تسريع الإنتاج